اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين حديثنا في باب الاستطاعة من كتاب الكافي الشريف للكلين رضوان الله تعالى عليه وأحاديث هذا الباب ذكرها أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لنفي الجبر الذي كانت ولا زالت تزعمه العامة أو البعض منهم هل الإنسان في أفعاله مجبور؟ كلا لأنه لو كان مجبورا في أفعاله لكان عقابه قبيحا الإنسان الذي لا يتمكن ولا قدرة له من الامتناع أن تعاقبه على الشيء غير المقدور هذا ببداهة العقل قبيح وظلم والله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد وهو منزه عن الظلم إذن الإنسان مستطيع في فعله وله الإختيار له القدرة لو كان مجبورا في فعله لم يكن مستطيعا وإنما كان مضطرا الإنسان الذي لون بشرته سوداء أو لون بشرته بيضاء هذا الإنسان لا يصح أن نقول له لماذا لونك أبيض أو لماذا لونك أسود أو يعاقب على لونه لأنه لم يكن مستطيعا في تغيير ذلك اللون ولم يكن مختارا لكي يختار ذلك اللون الذي أختير له فلذا لا يعاقب على ذلك لأنه لم يكن باختياره لكن الإنسان إذا عمل عملا كان مستطيعا على ذلك العمل وباختياره عمل إذا كان ذلك العمل قبيح ومنهي عنه يستحق العقاب عليه الله سبحانه وتعالى إنما أمر الناس ونهاهم بعد أن أقدرهم يعني الله سبحانه وتعالى أقدر الإنسان على مجموعة من الأعمال يعني أعطاه الوسيلة والآلة لذلك العمل أنت بعينك تتمكن من النظر الله سبحانه وتعالى أعطانا العيون وما كاننا من النظر لذلك بعد هذا التكوين كلفنا لا يجوز لك أن تنظر إلى ما حرم الله النظر إليه كأن ينظر إلى أجنبية فإن النظر سهم من سهام إبليس مسموم الله سبحانه وتعالى أعطى السمع للإنسان وآلة السمع الأذن وما في هذه الأذن من آلات بعد أن أعطى الإنسان آلة السمع آلة السمع بعد ذلك أمره مثلا ونهاه أمره مثلا بأن لا يستمع إلى الغيبة أن لا يستمع إلى آلات الله والمعازف أمره ونهاه عن الاستماع إلى الغناء إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فتكوينا الله سبحانه وتعالى أقدر الإنسان على عمل بحيث أنه يتمكن من فعل ذلك العمل أو ترك ذلك العمل ثم كلفه زيان الله سبحانه وتعالى أقدر الإنسان لأن مصلحة حياة الإنسان في هذا الكون وفي هذه الدنيا تتوقف على هذه الآلات التي حباه الله سبحانه وتعالى للإنسان أنت ونحن لنا عيون لأن الحياة في هذه الكوكب في هذا الكوكب بحاجة إلى النظر أعطاك السمع لأنه كثير من المعلومات والارتباطات تكون عبر السمع وهكذا سائر الحواس فإذن الله سبحانه وتعالى أعطى هذه القوة للإنسان وهذه القوة للإنسان وآلاتها أعطاها للإنسان لكي يستفيد منها في حياته الدنيا ويقدم للآخرة يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدح هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فمشوا في مناكبها وأيضا لكي يعمل الصالحات لآخرته إذا الإنسان بسوء اختياره حول هذه الآلات وهذه القوة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى إياه حولها إلى معاصي يعني آلة للمعصية بدل أن يستفيد من عينه في طاعة الله أو في أموره المعيشية استفاد منها في معصية الله كذلك في أذنه كذلك سائر جوارحه وقواه فهنا أشر نشأ من الإنسان نفسه فإذن الله سبحانه وتعالى أقدر الإنسان ولأنه أقدره كلفه هذا الحديث الثالث من باب الاستطاعة يشير إلى هذا المعنى الذي ذكرناه في البداية الإمام عليه الصلاة والسلام الإمام الصادق يجيب السائل وهو صالح النيلي عن الاستطاعة ثم بعد ذلك صالح النيلي يسأل الإمام قلت فعلى ما يعذبه على ماذا يعذبه الله سبحانه وتعالى يعذب الإنسان العاصي على أي شيء قال بالحج البالغة والآلة التي ركب فيهم يعني أنت كنت قادرا أنا كنت قادر كنت قادرا الناس قادرون لماذا لأن الله أعطانا هذه القدرة وآلات هذه القدرة وأيضا أرسل الرسل فإذا خالف الإنسان كان عاصيا يستحق العقوبة بالحجة البالغة قل فلله الحجة البالغة الله سبحانه وتعالى أرسل الحجة البالغة للإنسان الحجة الواصلة العقل هذه حجة الله الباطنية والأنبياء ومن بعد الأنبياء الأوصياء وهم حجة الله الظاهرة هاتان حجتان الله سبحانه وتعالى زين إذا واحد من الناس لم تصله الحجة هذا الإنسان معذور وما كنا معذبين حتى نبعث رسول وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا بدون وصول الحجة العذاب قبيح وظلم ولذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يبين أن الذين يعذبون إنما هم الذين بلغتهم الحجة وصلتهم الأنبياء الأنبياء بلغوهم عقولهم دلتهم على أمور لكن إذا واحد كان مستضعفا القرآن يدل أن هذا المستضعف الفكري ليس المراد المستضعف العملي الظالمون يستضعفونه عملا يظلمونه المراد المستضعف الفكري المستضعف الفكري بحيث أنه الحجة لم تتم عليه هذا عسى الله أن يعفو عنه ما عند شارة ما عند وسيلة ما عند طريقة ليخلص نفسه ليصل إلى الرسول صلى الله عليه وآله ويتعلم منه العقائد والأحكام مرأة لا تتمكن من أن تخرج من قبيلتها وتهاجر إلى المدينة المنورة صغير ولد مثلا عمره 14 سنة 15 سنة أوائل البلوغ لا يتمكن من الهجرة فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم يمكن الله سبحانه وتعالى يعفو عنهم إذا لم يكن مقصرا في الوقت الذي بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وآله في مكة في ذلك الوقت كان في أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية وفي أقاصي أفريقيا وفي أقاصي آسيا كان هناك يعيشون الناس هؤلاء الناس لم يؤمنوا بالإسلام لماذا لم يؤمنوا بالإسلام لأنه لم يصلهم إلى أن الرسول صلى الله عليه وآله حاجر إلى المدينة ثم بدأ المسلمون بالذهاب إلى الأماكن البعيدة للتبليغ طول سنوات طويلة وفي هذه السنوات الطويلة آلاف مؤلفة من الناس في أقصى نقاط الأرض ماتوا بدون أن يصلهم خبر نبوة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله هؤلاء قاصرون وليسوا مقصرين إذن هؤلاء يعتبرون كالمستضعفين لأنه قاصر هذا معذور في قصوره الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة حسب الأحاديث يختبره اختبارا جديدا بعض الأحاديث تدل أن الله سبحانه وتعالى يخلق نارا ثم يأمرهم بدخول النار فمن دخل النار نجا ومن لم يدخلها هلك الآن مثلا الطفل الذي يولد من مسلم أو مسلمة الجنين في بطن أمه إذا كان أبوه أو أمه أحدهما أو كلاهما إذا كان مسلمين هذا الجنين إذا أسقط أو سقط أو الطفل الصغير إذا مات كل يوم في العالم كثير من الأطفال آلاف يموتون إذا هذا أبوه مسلم أو أمه مسلمة هو يعتبر مسلم لأن الجنين أو الطفل تابع لأشرف الأبوين من حيث الديانة فإذا كان مسلمين أو كان أحدهما مسلما هذا الطفل يحكم عليه بالإسلام هذا الجنين يحكم عليه بالإسلام فإذا مات الله سبحانه وتعالى بفضله يدخله الجنة لأن الجنة تفضل من الله سبحانه وتعالى ولا مانع من التفضل وليس خلاف الحكمة لكن إذا كان أبوه كافرين ما أكثر الأجنة التي تسقط أو تسقط من أباء وأمهات كفار أو أطفال الكفار الصغار يموتون كثير هؤلاء ما حكمهم في الآخرة هل هم من أهل النار إذا أدخلوا النار فهذا الظلم لأن هذا الجنين أو هذا الطفل الصغير الرضيع اللي مات هذا لم يكن يفقه شيئا من العقائد حتى يكون هو كافر أو مسلم فإذا إدخالوا في نار جهنم ظلم فهؤلاء أيضا أطفال الكفار وأجنتهم وحتى المجانين منهم هؤلاء يمتحنون في يوم القيامة بهذه النار التي ذكرناها فمن سقط في الامتحان هذا كان من أهل النار من أهل جهنم ومن نجح في الامتحان فهذا فيه تفصيل ولعله يستفاد من بعض الروايات أن هؤلاء يحشرون في الأعراف منعمون لأنهم نجحوا في امتحان الآخرة والنعمة التي هم فيها هي دون نعمة أهل الجنة وفوق نعيم الدنيا وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليهم إذن الله سبحانه وتعالى يعذب المخالف الذي كان يستطيع من عدم المخالفة لكن بسوء اختياره اختار الكفر أو المعصية لذا هذا عندما يسأل الراوي وهو صالح النيلي فعلى ماذا يعذبه قال بالحجة البالغة والآلة التي ركب فيهم يعني القدرة على ارتكاب الأعمال بوسيلة الآلات عندك عين تتمكن أن تنظر حلالا أو حراما لنا آذان نتمكن أن نستمع حلالا أو حراما لنا لسان نتمكن أن ننطق بحلال أو حرام أو واجب ولنا قلوب كذلك نعتقد بالحق أو نعتقد بالباطل والعياذ بالله بعد ذلك الإمام يوضح أن الإنسان مستطيع ليس مجبور إن الله لم يجبر أحدا على معصيته ما أجبر أحد على المعصية لأن الله حكيم والإجبار على المعصية خلاف الحكمة ثم بعد ذلك يعاقبه على هذا هذا أيضا خلاف العادل والله سبحانه وتعالى منزه عن أن يرتكب ما هو خلاف الحكمة لأنه حكيم والله منزه من أن يرتكب خلاف العادل لأنه ليس بظلام العبيد إن الله لم يجبر أحدا على معصيته ولا أراد إراده حدت حتم الكفر من أحد هل الله إرادة حتمية يعني إرادة كوينية بأن زيد يكفر أبو جهل يكفر فرعون يكفر هذا معنى ذلك أن الله أراد القبيح والله منزه عن ذلك معنى ذلك أن يعاقب المجبور يجبره على عمل ثم يعاقبه عليه وهذا من أسوأ أنواع الظلم وإنما إرادة الله بالنسبة للكفر أراد عدم الكفر تشريعا لا تكوينا ولا يرضى لعباده الكفر لا يرضى تشريعا لذلك لم يشرع لهم الكفر وهناك فرق بين الإرادة التشريعية والإرادة التكوينية مفصلا فيما مضى ذكرناه الفرق الآن بحديث نوضح أيضا الفرق من جهة أخرى هناك حديث الإسلام يعلو ولا يعلى عليه هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله الإسلام يعلو ولا يعلى عليه زين الإسلام يعلو ولا يعلى عليه السل بعض يجون يسألون بالنسبة إلى هذا الحديث وقبل هذا الحديث آية قرآنية ولي يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا يجون يسألون أنه نحن في طول التاريخ سواء في زمان الرسول وإلى يومنا هذا نرى أحيانا الكفار سيطروا على المسلمين بلال الحبشي أخذه الكفار في مكة وعذبوه تعذيبا شديدا عمار بن ياسر وأبوه ياسر وأمه سمية رضوان الله تعالى عليهم عذبوهم عذاب شديدا إلى أن قتلوا ياسر وسمية ولم يطلقوا سراح عمار إلا حينما نطق بالكفر فنزلت فيه الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وإلى يومنا هذا الآن نجد الكفار في بعض البلدان مسيطرين على المسلمين فما هو معنى هذه الآية ولي يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وهذا الحديث الإسلامي يعلو ولا يعل عليه الجواب أن هذه الآية وهذا الحديث في الجانب التشريعي لا في الجانب التكويني في الجانب التشريعي يعني لا يوجد هناك قانون في الشريعة يجعل سلطة للكافر على المسلم ماكو قانون ولذلك إذا العبد كان مسلما لا يمكن أن يكون مولاه كافرا يعني لا يمكن لكافر أن يشتري عبدا مسلما أو إذا كافر له عبد كافر فأسلم العبد الكافر يجبر المولى على بيع هذا العبد لماذا؟ لأن المولى له سلطة على العبد الزوج له سلطة على الزوجة الرجال قوامون على النساء لأنه المدير العائلة تحتاج لها إلى مدير والله سبحانه وتعالى جعل المدير الرجل زين فلذلك لا يجوز أن تكون المرأة المسلمة زوجة لكافر ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا هل يجوز ليهودي أو نصراني أن يتزوج مسلمة؟ كلا لكن هل يجوز لمسلم أن يتزوج يهودية أو نصرانية؟ الكثير من الفقهاء أجازوا ذلك والآية القرآنية تدل والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وهذه الآية بناء على رأي المشور غير منسوخة بتفصيل المذكور في الفقه فإذن المسلم يجوز أن يتزوج نصرانية أو يهودية لماذا؟ لأن الزوج له سلطة إسا المسلم يكون إلى سلطة على الكافرة لكن بالعكس لا يجوز مسلمة تتزوج يهوديا أو نصرانيا لماذا؟ لأن الزوج له سلطة على الزوجة والله سبحانه وتعالى لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيله حاكم بلاد الإسلام لا يمكن أن يكون كافرا لأن الحاكم له سلطة القاضي بين مسلمين لا يمكن أن يكون كافرا لأن القاضي له سلطة فإذن لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا الإسلام يعلو ولا يعلا عليه هذا في الجانب التشريعي يعني الله لم يجعل قانونا قط فيه سلطة لكافر على مسلم أما من الجهة التكوينية الله لم يمنع إذا الكفار استولوا على بلاد المسلمين الله تكوينا لم يمنع بأن يرسل ملائكة مثلا لكي يطردوا الكفار ولذلك نشاهد أن الكفار استولوا على المسلمين في كثير من البلدان آخرها فلسطين مثلا المحتلة فإذن هذا الحديث الشريف يقول الله سبحانه وتعالى ولا أراد إرادة حتم الكفر يعني إرادة تكوينية بأن يكون هذا مجبورا على الكفر كلا من أحد ولكن حين كفر كان في إرادة الله أن يكفر وهم في إرادة الله وفي علمه أن لا يصيروا إلى شيء من الخير لكن الله سبحانه وتعالى ليست له إرادة تكوينية لكفر هذا الإنسان لكن هل كانت له إرادة أن يكون هذا الإنسان مختارا نعم الله يعلم أن هذا الإنسان بسوء اختياره سيختار الكفر نعم لكن هذا ليس معناه أن الله سبحانه وتعالى راضي بكفر هذا الإنسان رضا تشريعيا كلا ليس راضا عن كفره رضا تشريعيا ولا معناه أن الله سبحانه وتعالى ليست له إرادة تكوينية في أن يكون هذا العبد مختارا لا الله مع علمه بأن هذا العبد سيختار الكفر خلقه مختارا وجعل فيه الآلة وأراد أن يكون هذا الإنسان مختارا فإذن الإرادة التكوينية بالنسبة إلى كفر الناس أو إيمان الناس ليست بموجودة ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا لو شاء يعني مشيئة حاتم مشيئة تكوينية لكن الله سبحانه وتعالى بالإرادة التشريعية أرسل التشريع للجميع وأمر الجميع بالإسلام أرشدهم إلى هذا الحكم العقلي بأنه يجب أن يؤمنوا فإرادة تكوينية موجودة لا أما إرادة تشريعية موجودة نعم هذا الراوي لم يلتفت إلى كلام الإمام لذا كرر سؤاله قلت أراد منهم أن يكفروا قال ليس هكذا أقول أراد أن يكفروا نعم أراد أن يكفروا لا هذا ليس هو المقصود ولكن أقول علم أنهم سيكفرون الله من الأزل قبل أن يخلق شيئا هو عالم بكل ما سيقع فلذا يعلم بأن هؤلاء سيختارون الكفر بسوء اختيارهم لكن الله سبحانه وتعالى مع ذلك خلقهم ومع ذلك أعطاهم القدرة على أن يختاروا الإيمان أو يختاروا الكفر لأنه كما ذكرنا علم الله الأزلي ليس سببا لاختيار العبد ولأفعال العبد وإنما اختيار العبد بسوء اختياره أو بحسن اختياره لكن الله سبحانه وتعالى جعل فيه آلة الاختيار آلة الاختيار يعني خلق الإنسان مختارا لذا الإمام يوضح وليست هي إرادة حتم إنما هي إرادة اختيار يعني الله سبحانه وتعالى أراد لهذا العبد أن يكون مختارا لا أنه أراد أن يكون كافرا كذلك الإنسان المؤمن أراد الله تكوينا أن يكون مختارا مع علمه بأنه سيختار الإيمان لا أنه أجبره على الإيمان أراد إرادة تكوينية بأن يكون مؤمنا فتحصل من هذا الحديث أن الإنسان مستطيع لا كما يقوله بعض العامة من عدم استطاعته أو يأولون كلمة الاستطاعة بخلاف المعنى اللغوي بمعنى أن الإنسان غير قادر وإنما الله أراد هذه الأفعال إن خير وإن شر أرادها كلها فالإنسان هو مسير وليس مخير كلا الله سبحانه وتعالى له إرادة شريعية شرع أوجب عليهم الإيمان والطاعة وحرم عليهم الكفر والمعصية بالنسبة إلى الإرادة التكوينية أراد الله تكوينا لكن ماذا أراد هل أراد أن يكون هذا مؤمنا وذاك كافرا كلا ليست هكذا إرادة الله سبحانه وتعالى وإنما إرادة الله أن يخلق في هؤلاء الناس آلة الاختيار وأن يجعلهم مختارين يبين لهم الشريعة فهو يختار الإيمان بحسن اختياره أو يكفر بسوء اختياره فالإرادة التكوينية ليست بأفعال العباد وإنما إرادته التكوينية في اختيار الإنسان في أن يكون هذا الإنسان مختارا فإذا هذا الإنسان اختار الكفر هذا ما خارج عن مملكة الله سبحانه وتعالى لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون هذا مختارا لم يجبره على اختيار الكفر لكن في الوقت نفسه لم يكن خارجا عن إرادة الله لأن الله جعل فيه القدرة والآلة للاختيار هذا المعنى الدقيق إذا واحد التفت إلى الشبهة تزول والشبهة العقائدية التي قد تؤدي إلى الكفر أيضا تزول يقول الله يريد واحد فلان يقتل له ما يريد إذا تقول له الله يريد زيان الله يريد القبائح شنون ناهي عنها تقول الله ما يريد زيان هذا العبد القاتل غلبت إرادته إرادة الرب صير شبهة الجواب واضح الله لا يريد القاتل الظلمي تشريعا يعني قانونا صدر بالتحريم القاتل التشريعي لكن تكوينا لم يرد وقوع القاتل لا وإنما تكوينا أراد للإنسان أن يكون مختارا تشريعا نهاح وتكوينا جعله مختارا فإذا وقع القاتل من قاتل هذا لم يكن بإرادة تشريعية من الله لأن الله نهاه عن القتل ونفس عملية القاتل كانت باختيار القاتل لكن لأن الله أراد أن يكون هذا الإنسان مختارا وما تشاءون إلا أن يشاء الله يعني يشاء الله سبحانه وتعالى بإرسال الرسل يبين لكم الطريق الصحيح من الطريق غير الصحيح ويشاء الله سبحانه وتعالى اختياركم وقدرتكم فحين ذاك تشاءون الحسن أو تشاءون القبيح فالقاتل ليس خارجا عن إرادة الله وقضائه وقدره ومشيئته لا إنما الله سبحانه وتعالى إرادته ومشيئته وقضاؤه وقدره وقدره مهيما على هذا القاتل بمعنى أن الله جعل له القدرة وأعطاه الاختيار وأعطاه الآلة ولم يجبره على الفعل هو بسوء اختياره اختار الفعل القبيح أو بحسن اختياره اختار الفعل الحسن لكن الإرادة التشريعية موجودة بتحريم المحرمات وإيجاب الواجبات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم يا الله الله يا الله الله يا الله اشتركوا في القناة